سهام الجنوب عملية عسكرية تهدف إلى تطهير شبوى من الإرهاب من خلال خنقه في مواقع تمركزه انتهت المرحلة الأولى من العملية التي قامت أساسا على عاملي السرعة والمباغة مكنت من تحقيق الأهداف بسرعة فائقة وبأقل الخسائر وهي خطة عسكرية فرضتها نوعية العدو وخصوصيته القتالية والمتمثلة في الاختباء والتمويه العملية استهدفت بصورة مباشرة مواقع تمركز الإرهاب الثلاثة في الصعيد والمصنعة وجبال الكور والتي لجأت إليها عناصر القاعدة وأنصار الشريعة بعد عملية سهام الشرق والتي هزمت فيها في محافظة أبيان فشل التمرد الإخواني في شبوى وسقوط السيطرة الإخوانية فيها والتخادم بين التنظيمات الإرهابية دوافع من بين أخرى نتجت عنها عمليات إرهابية استهدفت القوات الجنوبية مؤخرا وسقط خلالها شهداء من الجنود والقادة واستغل الإرهابيون الانشغال بترتيب الوضع في أبيان وشبوى واستهدفوا نقاطا أمنية واستخدموا طريقة القنص والغدر وجاءت عملية سهام الجنوب لاجتثاث الإرهاب ووضع خطة جديدة لخراءة التموقع العسكري والأمني على طول المحور الرابطي بين شبوى وأبيان لقطع الطريق أمام الدعم اللوجستي القادم من مأرب والبيضاء تنظيم القاعدة والمعروف بعلاقته القوية مع شبكات الجريمة المنظمة الناشطة في عمليات التهريب والمخدرات والمتاجرة بالممنوعات وتهريب السلاح قطعت عملية سهام الجنوب أوصله وسدت طرق ومعابر منافذه في الأودية والشعاب وهي معاقله المفضلة التكامل والتنسيق بين القوات الجنوبية أفرز نتائج ونجاحات كبيرة في عمليتي سهام الجنوب وسهام الشرق بالإضافة إلى غطاء الدعم الكبير الذي يقدمه التحالف العربي على كل المستويات هذا التكامل غير موازين القوى على الميدان وهو ما جعل التنظيمات الإرهابية تفقد مواقع سيطرتها في المحافظات الجنوبية وذلك طبعا حدث سيكون له تأثيره المباشر على العدو المركزي لإشيات الحوث الإنقلابية في الشمال